قام وفد من مؤسسة الصين لتعزيز حقوق الإنسان بزيارة كل من إيطاليا والشيك وبريطانيا حيث اجتمع الوفد مع رؤساء البرلمانات والمسؤولين عن أشهر الدبلوماسية وحقوق الإنسان في الدول الثلاثة بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مركز أبحاث ومنظمات غير حكومية وعرض الوفد لإنجازات التي حققتها الصين في تطوير شؤون حقوق الإنسان خلال الأربعين عاما الماضية منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتح وخاصة خلال السنوات الخمسة الماضية كما شرح الوفد مفهوم حقوق الإنسان في إطار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وموقف الصين واقتراحاتها لتعزيز الحوار والتعاون الدوليين في مجال حقوق الإنسان ومن جانبها أشهدت شخصياته في الدول الثلاثة بمفهوم مجتمع دي مصير مشترك للبشرية ومبادرة الحزم والطريق وهما مفهوما طرحتهما الصين كما عربت عن تقديرها لدور الصين الإيجابي في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان